طيب الحمد لله الصلاة والسلام ورسول الله أنا إن شاء الله أجيب عن سؤال واحد أخير وتيح الفرصة للشيخ معاذ إن شاء الله يقدم لنا نماذج من أبناء الخلوة نستمع له تلاوات من النوم قبل الصلاة لأنه نحن على عجلة من أمرنا طيب السؤال يقول سمعت أحمد داود الصوفي يقول الذي يطلب من غير الله هذا سبب يعني من سأل غير الله ودعا غير الله هذا سبب والفاعل حقيقة هو الله واستدل بقوله تعالى إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكية من رد على هذه الشبهة طيب هذه الشبهة يا أخواننا من أوهى الشبه وتدل على انحراف الرجل دا في العقيدة لا يجوز يا أخواننا أبدا تدعو غير الله سبحانه وتعالى وليس ذلك من أسباب الإجابة لقوله تعالى وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَمَنَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دُعَاءَ غَيْرِهِ فقال فَلَا تَدْعُوُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَيَلْزَمْ مِنْ هَذَا الْكَلَامُ أنا دارك تنتبه معي جيداً يلزم من هذا الكلام تصحيح دين المشركين خلت بالك؟ لأنه قال لو دعيت غير الله ده سبب والفاعل حقيقة هو الله الفاعل حقيقة هو الله ولو أنا دعيت غير الله سبحانه وتعالى هذا سبب من الأسباب إذن لماذا حارب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وليه ربنا حكم عليهم بشرو بالكفر وحكم عليهم بالنار المشركون ما كانوا بيسألوا غير الله وبيعتقدوا إنه البيانفع هو الله سبحانه وتعالى شفت كيف؟ لشان كده هو ده لفه دور ورجع لعقيدة المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ما قالوا إنهم البيعطون إنهم البيدون إن الله تلبينفع ولا تلبضر لا قالوا الذي ينفع والذي يضر هو الله سبحانه وتعالى لكنهم بيعبدوا الله وبيدعوا الله وبيدعوا العز له شان تقربوا من الله فهذه نقول له ببساطة هي نفس عقيدة المشركين ربنا سبحانه وتعالى قال قل من يرزغكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ربنا قال فسيقولون الله لاحظ عقيدة المشركين إنه الفاعل منه الله ده عقيدة المشركين ذاته إنه الفاعل هو الله سبحانه وتعالى لكن يا أخوانا ما عدا ما دخلوا في الإسلام ولن نبص سلم تركم بل حاربهم واستباح دماؤهم وأعراضهم وبالتالي دي باختصار دي ما شبها دي عبارة عن عقيدة المشركين الأوائل دي عقيدة المشركين الأوائل أما الآية اللي استذل بها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية يعني جبريل عليه السلام قال لمريم قال لا لأهب لك يعني البيهب لا جبريل الكلام ده استدلال غريب واستدلال باطل ما معناها إنه جبريل بيهب مجازا وحقيقة بيهب الله ما معنى الكلام كده ليه لأن الآية من الأول جبريل عليه السلام قال إنما أنا رسول ربك يعني ربنا رسلني برسالة رسول ربك رسلني لأهب لك أنا مرسل ما قال لا أنا لبهب لك لا أنا مرسل لأهب لك وجاءت في قراءة أخرى في قراءة ورش ليهب لك البيهب ربنا سبحانه وتعالى فليس في معنى الآية إنه لأهب لك جبريل بيهب مجازا والله بيهب حقيقة لا يوجد كلام بيهب لك لأهب لك يعني أنا رسلوني أدّيك رسلوني أدّيك كما أنت ترسل ولدك ولله المثل الأعلى ترسل تقول لأمشي لأهج فلان عليك الله أدّيك لتالبلح ديقوا الذي هدية بتاعتنا بتاعت التمر حقنا تمشي لأهج فلان تقول لأهج أحمد أبوي رسلني أدّيك هو اللي أدّى ما أدّيك أنا أدّيك أبوي لكن رسلني أنا أدّيك كذلك إنما أنا رسول ربك يعني ربنا رسلني أدّيك يعني أنا بس مجرد يعني مرسل مرسل أنا رسلوني بوظيفة معينة دا الكلام لأهب لك أي لأهب لك الله سبحانه وتعالى كما جاءت في القراءة الأخرى كويس وليس في معنى الآية أخواننا إنه في دب يعطي مجازاً دب يعطي حقيقةً أبداً ما في ما في كلام زيدا لأن جبريل عليه السلام يا أخواننا ملك والملائكة عندها وظائف فما ممكن السيطة درد يعني الصوبة داري شئة الأية دي إنما أنا رسول ربك لأهب لك يعني بدل جبريل يأتي الشيخ بتاع الزيرقاب يقول له إنما أنا رسول ربك لأهب لك في سؤال جبريل إحنا عارفين ربنا رسل يأهب لأمريم وجبريل موكل بالنفخ في الروح نفخ الروح كويس أهى شيخ الزيرقاب الله رسل معين تدرت السيطة بالآية دي ما تستدل لأهب لك بالحتة دي لا شيء لكل من أول إنما أنا رسول ربك هل شيخ الزيرقاب رسول ربك لا هل ربنا رسل هل هو ملك من الملائكة الموكلة بالأشياء دي ما في ملائكة موكلة ينزل المطر ربنا يوكلهم ينزل المطر ربنا وكل الملائكة تنفخ الروح ربنا وكل ملائكة تغبض الأرواح ربنا وكل ملائكة حملت العرش ربنا وكل ملائكة يسبحوا إلى آخيري وظيف ملائكة هل يجوز الصوفية يشيلوا وظيف الملائكة يبقى واحد موكل بالأرواح واحد بغبض الأرواح واحد بالموت ما أقول فيبقى السلدال باطل السلدال باطل بالآية دي ما عنده أي علاقة بفهم الآية بعدين لو قلت ليه مجازا يعني الشيخ يهب مجازا والله عز وجل يهب حقيقة ليه أنت ربطه بالشيخ خلي بالك معاي ارتباطه بالشيخ شنو مش أنت قلت مجازا أنا ذاتي بهم مجازا ليه الشيخ مجازا معناه synthetic مجازا ليه طيب لن تقول الشيخ ده لايهي قلت ده بالذات ما تقول يهب لك وده يهب لك ليه الشيخ ده بالذات دائما يدولك على أنه ده عبارة عن احتيال وهل الصوفية بيعتقدوا أن الشيخ ما بيد جانا البد جانى الخالي باعتقدوا أنه بيد جانún شيخ بيعتقدوا أن الشيخ هو البد جانك فيه أمتى هذا كله عبارة عن أنهما حكى سيدلال لبارتاليوه